السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب الزهرة اللي رح ينتقل من برج الحمل لبرج الثور يوم الاثنين تسعة وعشرين نيسان كوكب الزهرة طبعا هو موجود في برج الحمل بده ينتقل الساعة 11 و 31 دقيقة من صباح يوم الاثنين رح ينتقل بتوقيت جرنش طبعا لبرج الثور ورح يظل في برج الثور لغاية الساعة 8 و 29 دقيقة من مساء يوم الخميس 23 خمسة كوكب الزهرة المعروف عنه انه هو كوكب له علاقة بالعاطفة بالحب بالانسجام بالمال بالجاذبية التفاهم برضو والتفاهم والميول الفني هو يعتبر كوكب السعد الاصغر وايضا ما بننسى سلبياته لانه لما بيكون سلبي عادة بعطينا امر بعطينا الغيرة وبعطينا العنادة خلال الفترة المذكورة اللي هي ما بين 29 نيسان لغاية 23 خمسة بيطرأ تغيير ايجابي على مظهر موليد برج الثور وبيشعروا بقوة العاطفة وبينجذب لهم افراد من الجنس الاخر بيستفيد معهم موليد الابراج الترابية والابراج المائية يعني العذراء الجدي السرطان العقرب الحوت وكل شخص لما انولد كان مولود عنده برج الجوزاء في برج الثور هدولا اكثر المستفيدين طبعا الجدير بالذكر انه اللي بين ولده وبتكون الزهرة عندهم بالثور هدولا اشخاص بيكونوا رومانسيين بيقدروا الفن والجمال وبيكونوا بحاجة للطرف الآخر انه يتفهم عاطفتهم وبرضو بيتبادلوا معه هدو واتزان برضو بتمنحهم الجمال والجاذبية والميل للألوان الهادئة وبرضو هدولا الاشخاص بيكونوا عاطفيين لكنهم بيمتلكوا يعني هيك الوقت الكافي للاستمتاع بعاطفتهم برضو بيكونوا اشخاص بيحبوا الطعام الجيد وبيحرصوا على امتلاك الكماليات او الامور اللي تتعلق بالزينة او الاكسسوارات اكثر عشان نحدد انه وجوده بكون ايجابي ولا سلبي فلازم انه نشوف الزوايا الفلكية كيف رح تكون بالفترة القادمة بالنسبة للزاوية الاولى رح تكون زاوية يوم واحد خمسة زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين بلوتو بتدفعنا للعنف تجعل مزاجنا عدواني وعصبيين فممكن تنتهي العلاقات الضعيفة بسبب الخلافات او تسببنا خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية وبتدفعنا للعنف وبتجعلنا عدوانيين مزاجنا سيء فعشان هيك بدنا ننتبه لانه ممكن كثير من العلاقات يصير فيها بعض الاضطراب ويصير بعض المشاكل ما بين الاحبة دوليا فهي بدل على تحولات وتغيرات غير متوقعة على الساحة الفنية فبعض المطربين او الموسيقيين اللي كانوا في القمة بينحضروا للحضيط بسبب رتابة عطاءاتهم وعدم قدرتهم على تغيير اساليبهم وتجديدها فعشان هيك بدهم ينتبه من هاي النقطة وبرضو ممكن يتعرضوا لمؤامرات لتدني سمعتهم او تشويها لا يستحسن طرح انتاجات فنية جديدة للأسواق ولا اقامة حفلات في هاي الفترة لانه النتائج غالبا بتكون مخالفة عن المتوقع او ممكن تتعرض لبعض المشاكل والعقبات في الانتاج والتوزيع كما يستحسن تجنب اقامة السهرات الفنية لكثرة حوادث العنف والعدوان واحتمال وقوح حرائق او حوادث غير متوقعة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم 13-5 زاوية تسديس ايجابية بين الزهراء وبين زحل اي زاوية مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبرضو بتضمن لك اخلاص محبوبك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 18-5 زاوية اقتران ممتزجة ومعنى ممتزجة يعني خليط ما بين الايجابية وما بين النحوسة فعشان هيك هاي زاوية بدنا نكون حذرين على الجنبين فيها وهي زاوية ما بين الزهراء وما بين اورانوس فهاي زاوية بتهيئ الفرصة اللي بدأ بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة من ناحية ايجابية ومننظر للحياة بتفاول اكبر كما انه بتكون شعبيتنا في تصاعد ولكن من ناحية سلبيه يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بانها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية راح تكون يوم 23-5 زاوية اقتران ايجابية بين الزهراء وبين المشتري اي زاوية بتعزز الجوانب الاخلاقية والذوقية في السلوك كمانها بتسهل التعامل مع الاخرين والتفاهم معهم بتسهل اقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل مع الغير كذلك بتعزز الذائق الفني والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك مثل الامور الفنية او الديكور او التجميل او الامور المالية حتى بتمنحنا الرغبة في الرفاهية تجلبنا البهجة وممكن انحقق نجحات شخصية وهذا الوقت المناسب للاشخاص اللي حابين يرتبطوا او يتزوجوا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 23-5 وهي الزاوية الاخيرة زاوية التزديس ايجابية بين الزهرة وبين نبتون تضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الاخرين لإلنا وبتجلبنا برضو السعادة العاطفية والفنية الكبيرة وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة طبعا زي ما لاحظنا انه في خليط او كثير من الاحداث رح تكون خلال الفترة فلازم تنتبه للزاوية وتاريخ تأثيرها وطبعا بتكون تحذروا قبل الزاوية بخمس ايام وبعدها بخمس ايام لانه هاي ذروة الزاوية او ذورة ذروة تأثيراتها طيب عشان هيك خلينا نشوف ايش التأثيرات رح تكون على جميع الابراج بالفترة القادمة برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هاي تعطيهم مكاسب مالية اغلبها بتيجي من عمل اضافي بما انها في بيت المال فهي بتعمل على دعمكم وفتح فرص امامكم لتحسين الوضع المالي والمكاسب المالية او اعادة ترتيب وضع مالي معين وهي فترة مناسبة للنجاح على يعني للحصول على وضعية مربحة او لبداية مشروع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هم اكثر المحظوظين في هاي المسألة ففي تحسن بيطرع على مظهرهم الخارجي وبصير عندهم قوة عاطفية عالية جدا وبينجذب لهم افراد من الجنس الاخر كما ذكرنا بيزيد لطفهم رقتهم قيمتهم الاجتماعية حضوظهم بترتفع بنسبة كبيرة وهي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية او توطيدها او حتى الارتباط وبتزيد من ثقتكم ورومانسيتكم وطموحكم على الصعيد المهني ايضا بتزدهر اعمالكم وبتحصلوا على فرص جديدة على المستوى الشخصي بتشعروا بالسعادة والانسجام مع انفسكم ومع محبينكم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بما ان الزهرة رح تكون في بيت المتاعب ولكنه هنا لا يعتبر بيت متاعب بالنسبة لكم هو بيدعمكم للعمل بمؤسسات او شركات كبيرة فممكن العمل من ضمن مؤسسات حكومية او مطاعم او سجون او حتى مستشفيات فالاشخاص اللي هاي تخصصاتهم هدول اشخاص بيستفيدوا حتى اللي بيشتغلوا على مستوى التكنولوجيا مثلا وبدو بيشتغلوا في شركات كبيرة فهاي فرصة ممتازة لهم وبتميلوا لمساعدة الاخرين والتضحية ايضا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا بتعزز النشاطات الاجتماعية فممكن تبدأوا بعلاقات اجتماعية جديدة او تتعرفوا على اصدقاء جدد او حتى على معارف من وسط شوي يكونوا او يدعموك يعني اللي بيسموهم الوسط الراقي شوي او اصحاب منصب او يكونوا واسطة لالكم ومشاريعك ممكن تتحقق بمساعدة اصدقائك او اشخاص ذوي نفوذ برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا هاي تفتح فرصة قوية جدا للكم للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او عن ترقي عن ترفيع عن منصب وبتعرفوا فترة من التفاؤل والنجاح وهي فترة برضو ممتازة لا ينصفكم القدر في مسألة معينة اللي هي اذا كنت بتدافع عن سمعتك اشخاص كانوا يحاولوا شوهوها بالفترة الماضية فهاي الفترة اللي بتظهر فيها براءتك اذا كنت بريء وايضا ممكن انك تتخلص من بعض القيود هي فترة مناسبة ايضا للزواج من وسط راقي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا هاي الزاوية بتفتح مجالات كبيرة لأمور تتعلق بالسفر والاتصالات والدراسات الاكاديمية والمواضيع القضائية حتى الاشخاص اللي بيكون عندهم رغبة بالهجرة مثلا هاي فترة ممتازة لتقديم الاوراق او الاقامة مثلا وبيكون سلوككم جيد وممكن تحصلوا على تقدير الاخرين وهي فترة مناسبة للتنقلات وايضا فترة ممتازة للاشخاص اللي بدهم يرتبطوا باجانب او اشخاص خارج البلد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هي بتفتح مجالات لها علاقة بالاموال المشتركة فممكن تحصلوا على اموال للكم يعني كنتوا بتطالبوا فيها مش يدرين تحصلوها او مال يجيكم من تركة او تعويض او شراكة وبتستفيدوا من مكاسب بتيجي عن طريق الزواج او عن طريق شراكة او عن طريق هبات وبرضو ممكن تحلوا مسائل مالية كانت معقدة بالفترة الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا رح تكون موجودة مقابلكم ولكن ما رح تسحب من طاقتكم الا ان الشمس هي اللي بتسحب من الطاقة بما انها موجودة ببرج الثور الا انه هي رح تعزز من شراكاتكم اتدعم من علاقاتكم بشركاتكم رح تفتح مجال الارتباط او الزواج لموليد برج العقرب وهي فترة مناسبة للسعادة الزوجية او لتحسين علاقة الزواج مع الشركاء او العلاقة مع الشركاء بالعمل وهذا الوقت المناسب للزواج او عقد شراكة بتكون منتجة جدا يعني اذا عملت عقد لشراكة او لشركة هاي الفترة بتكون لصالحك وممكن انك تصفي من خلالها ايضا خلافات بشكل ودي برج القوس بالنسبة للموليد برج القوس فطبعا خلال الفترة القادمة بتفتح لك فرص لاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او تعزيز العلاقة مع الزملاء او ممكن ينعرض عليك عمل جديد ويكون مناسب للك بقوة بتعرف انسجام مع رفقاك في الوسط المهني وبتمتعوا بصحة جيدة الاشخاص اللي كانوا يعانوا من التعب الصحي او المرض بالفترة الماضية وكان ما في علاج بيجاوب معهم الفترة هاي بيجدوا العلاج المناسب او انه صحتهم بتتجاوب مع العلاج بشكل ممتاز برج الجدي بالنسبة للموليد برج الجدي طبعا انتوا من اكثر المحضوظين بتعطيكوا حظ على المستوى العاطفي والمالي وايضا بتعطي فرصة للنساء للدخول في الحمل اللي بيرغبوا بالحمل او بداية علاج للحمل وفترة مناسبة برضو لا روابط المودة والعلاقة مع الاحبة او خطبة زفاف والمعاملات المالية ايضا بتلاقي رواج ونجاح اللي بيشتغلوا في مجال الفن او الترفيه او الكتابة مثلا او التهليف برضو بيستفيدوا بشكل ممتاز حتى اللي بيشتغلوا بمجال الصحافة او الشعراء برج الدلو بالنسبة للموليد برج الدلو طبعا بتستفيدوا في مجال السكن والعقارات والعلاقات العائلية وكثير من موليد برج الدلو اللي بكونوا مسافرين مثلا بيرجعوا لبلدهم الام وبرضو هاي بتدل على افراح بتصير في بيوتكم افراح لها علاقة بالعائلة زواج احد افراد العائلة او فرحة بتدخل على البيوت عندكم الحياة المنزلية بتكون ممتعة وهي فترة مناسبة للحصول على ارباح مهمة خصوصا للاشخاص اللي بيمتلكوا عقارات اللي بيشتغلوا بتجارة العقارات او اللي بدهم يبيعوا عقار فممكن انهم حصلوا على مكاسب جيدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا بتعطيكم مجال على مستوى الدراسة والسفر القصير او الرحلات مثلا النزهات الاتصالات اي شيء بيتعلق بالسيارات بالتكنولوجيا بتكونوا مريحين نفسيتكم احسن وبتمتعوا بقدرة كبيرة على الاقناع هاي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الاقارب ومع الاخوة وايضا بتفتح مجال التجارة اللي بيشتغلوا بمجال التجارة او مجال مثلا وسائل التواصل الاجتماعي برضو بيستفيدوا بالفترة هاي يعني بتفتح لكم مجالات واسعة وحتى على المستوى العاطفي ممكن تبدأوا علاقة عاطفية او يكون فيه لكم مصالحة مع احباكم هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء